السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية غادر مصطفى الرتبوي اللاعب السابق للوداد الحياة تراسكتة قلبية مفاجئة تعرض لها داخل احد ملاعب الدار البيضاء وسقط الرتبوي ارضا اثناء خوضه لمباراة حبية في منعب في حي الوزس بعد ان المت به ازمة قلبية ونشرت دارة الوداد على الموقع الرسمي للنادي تعزية لعائلة مصطفى الرتبوي بلغ الى علمنا الان نبأ وفاة اللاعب السابق للوداد الرياضي المرحوم مصطفى الرتبوي على اتر سكتة قلبية مفاجئة وبهذا المصاب بالجلل يتقدم المكتب المسيل للوداد هصالة عن نفسه ونيابة عن كل فعاليات الفريق بالتعازي الحر لعائلة المرحوم الذي يشهد له باخلاقه العادية وإلى اهله وذويه الصبر والسلوان رحم الله الرتبوي وإن لله وإن إليه رجعون سعيد سعيد علق قائلا إن لله وإن إليه رجعون والله هو أشهد بها أن هذا المرحوم ذو أخلاق طيبة وعالية هو وعائلته ولد الحومة الله رحمه ويرزق عائلته الصبر والسلوان خليد أبو إسحاق قال لعب خلوق شحال تسبو تعير وعمره الزراس رحل في صمت رحمه الله رحمة وسعى أما سفيان أي تطهر علق قائلا إن لله وإن إليه رجعون لعب مميز وخلوق وكتوم من أبرز لعب الوسط الذين مروا في الوداد كنت ألتقيه لمرات عديدة بإحدى محطات التراموي بالبيضاء دائما أنيق ومتواضع ولا يحب البهرجة رحمه الله ترجمة نانسي قنقر